انت داخل الكنز الاثنين جزء التاني خلصت وصورت انت اعجبت بتجربتك في الجزء الاول هو لما معي ليه عندي صبري معي راجل كبير اوي شريف عرفه ومنطق كبير اوي واثنين ممثلين انا بحبهم صنفيهم كما تريدي لكني احبهم في الموهبة محمد رمضان ومحمد سعد والعظيمة هندي صبري لا هندي صبري ده حاجة تانية كمان ده جيل زغير عارفه رجعوني لإيه للجو الحلو اللي كنت باشتغل فيه يعني شريف عارفه ده فكرني بالعظماء اللي اشتغلت معهم حسين كمال وحسام الدين مصطفى حسن الناس الجامد اوي كمال الشيخ تعارفه انا بدايتي انا بادي في السينما قدام سعاد حسني في جامعة بير الحرمان بير الحرمان بير الحرمان رسام بير الحرمان بير الحرمان لم يحدث من امتى ولا شفت الكنز لما في العرض الخاص لا 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 ما كانش فيه عرض خاص لكن انا معظم الافلام العالمية على شراعات عندي في البند لا انا بتكلم على المصري دلوقتي يعني ايه اخر فيلم شفته كان امتى اه سوري اه الكنز انا شفته فعلا ايه الكنز ده بتاعي لكن غير الكنز غير الكنز اللي هما شوفت بير الحرمان